في آخر تطورات حالات الإصابة بكوفيد-19 بالمغرب أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة من اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 516 حالة وأضفت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد مغوك بوائما أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1920 حالة وبلغ عدد الحالة التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 13 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفيات 27 وتتوزع الحالات الإجمالية للإصابة بالفيروس على جهة الدار البيضاء سطاط بـ 149 حالة متبوعة بجهة فاس مكناس بـ 88 حالة والربال سر القنيطرة بـ 86 حالة ومراكش أسفي بـ 94 حالة وطنجة طوان الحسيمة بـ 37 حالة والجهة الشرقية بـ 21 حالة وسوس ماسة بـ 15 حالة وشهة بني منلالة القنيفراب بـ 17 حالة ودرعة تافيلات بـ 8 حالات وجهة جنميم وادنون حالة واحدة فيما لم تسجل أي حالة بجهتي العيون السقي الحمراء والدخل واد الذهب وتهيب وزارة السحاب المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة السحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية ترجمة نانسي قنقر